السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بألف خير النهاردة معينا رد مصير جدا جدا من الفنان احمد العواطي بعد طبعا الانباء الكتيرة او اللي سمعناها عن حمل زوجته ياسمين عبدالعزيز لما ظهرت في اعلان رمضان اللي عمل ضجة كبيرة كان اعلان لاحدى شركات الاتصالات الكبرى وكمان صخرية رهام حجاج من الاعلان ده عارفين ان رهام حجاج عاملة مسلسل في رمضان الجاري ولكن بصراحة الاعلان اللي ياسمين عملته يعني يمكن خلات رند اول لحد الان من اول رمضان الناس كتير بتحب ياسمين وكانت ظهرة بخفة دم وخفة ظل جميلة اوي هنكمل الفيديو هنشوف احمد العواطي دافع عن زوجته ازاي ورد على رهام حجاج بعد صخريتها ازاي وكمان يطرى فعلا ياسمين عبدالعزيز حامل ولا لا بانت بيه جسد مليان اوي في الاعلان وشوفناه وهنشوف مع بعض تفاصيل كتيرة اوي كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان يا ربي كريم عليكم وعلى الجميع باذن الله احمد العواط وياسمين عبدالعزيز قصة حب شوفناها في تصرفاتهم وحتى في تمثيلهم مع بعض لكن خلال الفترة الماضية لما تعرضت ياسمين لوعكة صحية خطيرة اوي اوي كان احمد العواطي واقف جنبها مش علشان هو بيعمل حاجة مفيش حد بيعملها ده واجب عليه على اي راجل يعني ان زوجته تكون مريضة ويقف جنبها طيب ايه اللي حصل ياسمين رجعت والحمد لله بعد تظاهر قيم في حالتها لدرجة انهم قالوا فتحنا المقابر علشانها احمد العواطي ظهر ويتكلم على اعلان ياسمين وفضل يشير كل الناس اللي عامل رئاكت على الاعلان وكمان يقول خلاص ده الترند بتاعنا مبروك يا وحش الكون والكلام بتاعهم وكان فخوره موسوط اوي اوي بالاعلان بتاع زوجته ونزله على كل الصفحات طيب ايه اللي حصل ريهام حجاج عارفين انها متزوجة من طليق ياسمين عبد العزيز ودايما الناس بتفضل بين دي وبين دي ناس تقول ان ريهام حجاج هي اللي دايما بتغير من ياسمين وناس تانية بتقول العكس بس الله اعلم ريهام حجاج عمالة تنزل هي كمان على صفحتها ان المسلسل بتاعها ترند رقم واحد ويه بتصير الجدل لدرجة ان كل طاقم بتلبسه في المسلسل ممكن يتخطى المية الف جنيه وده طبعا على حسب احصائيات كتيرة جدا جدا تم تنزلها على عدة مواقع وناس قالوا انها عمالة تقول كده وتسخر من ان ياسمين بدأت تلجأ للاعلانات ومش لقيا حد يعمل لها مسلسل انا اعتقد ان الاكتراح ده فاشل يعني لان ياسمين لو قالت انا عايزة مسلسل مية مسلسل هيكون تحت ايديها لانها بجد ممثلة شطرة وخفيفة الظل ومحبوبة اوي 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 يمكن ريهام شوية الناس ما بتستخفش دمها عموما احمد العواضي رد وقال الوحش بتاعنا هيفضل التريند رقم واحد وما فيش حاجة هتغطى عليه ولا مسلسل كذا ولا مسلسل كذا والناس كلها ربطت كلامه بتصرفات ريهام حجاج وان هو برد على سخريتها كمان الناس اللي قالت ان جسد ياسمين مليان وانها باين عليها علامات الحمل في اعلانها مع كريم محمود عبد العزيز عايز اقولكم هي ولا حامل ولا اي حاجة ده كانت لسه مريضة وكانت بتعمل عملية لازال التكييسات علشان عايزة يحصل حمل وحصل خطأ طبي والحمد لله رجعت بالسلامة لكن انباء انها حامل الموضوع ده مش حقيقي طبعا ربنا يرزقها ويرزق الجميع بالزرية الصالحة بشكركم اخواتي ومتابعيني المحترمين ياريت اللايك الحلو بتاعكم وكمان اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد شكرا جزيلا ورمضان كريم وتاني مرة كل سنة وانتم طيبين مع السلامة وسلام عليكم اشتركوا في القناة